بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركية الشرعية. النهاردة هنتكلم عن الرموز اللي بتدل على الزواج. بس هنتكلم بشكل خاص عن الرموز اللي احنا ممكن نشوفها. فنعرف ان احنا هنتزوج من شخص صالح او من شخص طقي. كمان هنتكلم على الاحلام اللي بتدل على الزواج من شخص ميسور الحال او من شخص غني. اه كمان هقلوك على الاحلام او الرموز اللي احنا ممكن نشوفها. فنعرف ان ان شاء الله هنتزوج من شخص لي مكانة او لي منصب. احنا اتكلمنا قبل كده عن رموز الزواج بشكل عام. هتلاقي اكتر من فيديو موجود في القناة. آآ بيتكلم عن الموضوع ده. لكن النهاردة هنتكلم بشكل آآ مفصل اكتر على الرموز اللي بتدل على الزواج آآ زواج من شخص خني او من شخص طقي او الزواج من شخص لي مركز او لي مكان. اول رمز معنا لما تشوف الفتاة ان هي آآ شايفة الكعبة. آآ رؤية الكعبة في المنام من الرموز المبشرة بالزواج. كمان آآ من الرموز المبشرة بالزواج من شخص طقي. ومن آآ شخص صالح. آآ كمان الرمز التاني لما تشوف الفتاة ان هي قعدة على عرش. الجلوسة على العرش من الرموز المبشرة بالزواج من شخص. الشخص ده هيحسن آآ معاملتها. كمان هيعملها كده زي آآ يعني بخصار كده هيعملها زي الملكة. فدي من الرموز المبشرة كمان آآ كمان لما تشوف الفتاة الاسد. عما تشوف الاسد انه بيتبحها او تشوف اسد انه هو جالس آآ جنبها او آآ يعني اليف آآ بيعملها يعني اليف مفيش فيه منه آآ اي آزة. فبشارة لها بلزواج من شخص قوي ومن شخص لنفوس ومن شخص لمكانة. كمان لما تشوف الفتاة آآ ان هي لبسة عباية او لبسة فستان. آآ العباية دي اولا آآ لازم تكون سترة لكل جسمها ما تكونش قصيرة ما تكونش مواثقة ما تكونش كمان آآ متسخة يعني ما تكونش باختصار آآ يعني تكون باختصار انها مناسبة ليها آآ ما تكونش ديقة وما تكونش كمان آآ واسعة. فمعنى كده ان هي هتتزوج من شخص مناسب جدا لها. وكلما كانت العباية ومدرسة بآآ باحجار كريمة مدرسة اكتر شكلها فخم اكتر كلما كان آآ بشارة بزواج من شخص غني آآ ومن شخص آآ ما يصور الحال اكتر. كمان لما تشوف الفتاة الرمز اللي بعد كده لما تشوف ان هي لبسة خاتم او لبسة يعني الخواتم بشكل عام او الاكتصارات بشكل عام. آآ تشوف الخاتم ده مسلا مصنوع من احجار كريمة من الماز من ماس آآ يكون شكله جميل مناسب ليها ما يكونش ديق ما يكونش واسع ما يكونش مصدي آآ ما يكونش مكسور مسلا. فكلما كان آآ الخاتم جميل وشكله قيم كلما كان في آآ يعني مزين بالاحجار او بالماس. كلما كان آآ بشارة بالزواج من شخص خاني من شخص آآ مناسب اولا وكمان من شخص ما يصور الحال. كمان لما تشوف الخاتم هي لبسة كعب لبسة كازمة سوري او حزاء آآ وبكعبة عالي. كلما كان الكعب عالي كلما كان. بس المهم ان هو يكون مريح ليها. يعني تكون كعب عالي لكن عارفة تمشي فيه بسهولة. ما تكونش كعب عالي ومش عارفة تمشي فيه. الكعب العالي كمان من الرموز اللي بتدل على زواجها من شخص ليه منصب. او آآ شخص ليه مكانة. آآ برضو ما يكونش الهزاء في اي عيب. يعني ما يكونش مقطوع او ما يكونش ممزق. آآ او ما يكونش قديم. يعني شكله قديم. مش مش ستايلو قديم. لأ يعني شكله قديم مبهدل. آآ كمان الرمز اللي بعد كده ان تشوف الفتاة ان هي آآ بتحج البيت للحرام. يعني فان هي راحة الحج. آآ ازهاب للحج من الرموز المبشرة بزواج من شخص آآ طقي. من شخص آآ صالح. كمان لما تشوف الفتاة آآ كمان رؤية الامر. عما تشوف الفتاة الامر آآ كمان آآ من الرموز المبشرة ب آآ زواجها من شخص. الشخص ده هيكون لي آآ مكانة كبيرة وكمان آآ لي آآ منصب كبير. كمان الرمز اللي بعد كده. لما تشوف الفتاة ان هي آآ آآ ركبة سيارة. كل ما كانت السيارة حجيسة. كل ما كانت السيارة آآ آآ اقيم او اغلى. آآ كل ما كان آآ بيدل على صفات العريس. او الخاطب او الزوج. آآ بعكس بقى لما تشوف ان هي ركبة سيارة بيضة او معطلة. او مش بتمشي. او ان هي آآ مقصرة. او ان هو سيارة بتاعها آآ آآ قديم. طبعا الزيارة الحديثة آآ بشارة بزوج آآ آآ ما يصور الحال. كمان آآ بشارة بزوج لي آآ مكانة او لي آآ منصب. كمان آآ من الالوان لما تشوف ان هي لبسة فستان اخضر او فستان ابيض. الفستان الاخضر او الفستان الابيض آآ برضو آآ من الرموز المباشرة بالزواج آآ من شخص صالح. كمان ان هي تشوف ان هي لبسة فستان آآ آآ اصفر. بشرط ان يكون الاصفر مش اصفر آآ اللي هو الباهب. لا الاصفر الزيهي. فمعنى كده ان شاء الله الزواج ده هيكون في سعادة وهيكون في آآ فرحة آآ ليها. آآ ده كده باختصار اهم الرموز اللي احنا ممكن آآ نشوفها في المنام. فنعرف ان احنا عنا دزوج من شخص لمكانة او من شخص آآ غني او زواج من شخص طقي او شخص صالح. فاتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي استثار او سآل اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله رد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة